السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عارفين ايه الطبق الحلو اللي معايا ده شايفين الشكل التحفة اللي احنا شايفينه مع بعض ده ده اللمون المصفر الخطير اللي هيبقى معانا زبدة وهنعمله بطريقة حلوة جدا طريقة جدتي رحمة الله عليها كانت بتعمله بطريقة حلوة جدا وكانت بتوزع منه على كل حبايبها النهاردة هنعمل بس كده مقدار كيلو علشان نشوف الطريقة مع بعض ويلا نسمي بالرحمن ونشوف هنعمله ازاي اول حاجة حبيبي بنختار اللمون بتاعنا لازم يكون لمون اصفر زي ما احنا شايفين ويكون حبة اللمون كبيرة بالقدر الكافي يعني عشان تقدر تحشيها اللمون بتاعي لازم يكون ناعم واصفر شايفين ده حجم اللمونة وده لونها المطلوب مش عايزين لمون يكون لونه اخطر لأ عايزينه اصفر بيبقى افضل حاجة هجيب اي بلانشة عندي وابتدي بقى امسك اللمونة اللمونة لها نحيتين كده فيه زر كده بيبقى بارز وزر ناعم نحية كده بتبقى خشنة وبرزة والنحية التانية النعمة هنبتدي نفتح اللمونة بتاعتنا نقسمها اربعة اربع بس مش هنوصلها للاخر من الناحية النعمة يعني هنسيب الناحية الخشنة ونفتح من الناحية النعمة شايفين الناحية الخشنة تحته وهنا الناحية النعمة تمام حابة اوصل المعلومة صحي فبقررها اكتر من مرة هنسيب الناحية اللي خشنة ونفتحها من الناحية النعمة كل مرة كده بنتأكد ان احنا بنفتح من الناحية النعمة علشان الناحية الخشنة دي بتبقى مسكة اللمونة كويس جدا وما تتفتحش مني وتتقسم جوا البرطمون بتاعي فانا عايزها تبقى متماسكة وانا بقطعها اربعة اربعة كده فبنزلش قوي للاخر علشان لما اجي اخرج اللمون بقى بعد ما يتخلل ما يخرجش مني رابع لا نص لا يبقى اللمونة على بعضها كده تخرج معايا بحشوتها وتبقى متماسكة وشكلها حلو جدا زي ما انا خللتها ما شاء الله تبارك الرحمن اللمون البلدي ده حاجة عظيمة جدا فيه شفا وطعمه حلو ورحته جميلة اللمون البنزهير الحلو ده بس في اللمون المعصفر الاساس ان احنا نجيبه لمون حبة كبيرة وناعم ويكون كمان اللمونة لونها اصفر زي ما احنا شايفين هخلص بقى تقطيع اللمون بتاعي كله كده بنفس الطريقة من الناحية النعمة وما وصلش التقطيع للاخر علشان نخلل اللمون بتاعنا بطريقة جدتي الطريقة البسيطة جدا اللي بتبقى طعمها خرافي وهنشوف مع بعض هنحتاج ايه لتخليل اللمون المعصفر وفيه ناس كمان بيسموا اللمون ده اللمون المقتول مش عارفة ليه بيسموه مقتول يمكن عشان احنا بنقطعه بالسكينة كده اربعة تربعة لكن انا مش عارفة ايه السر لو حد يعرف ليه بنسميه لمون مقتول بتكتب لي في الكومنت كده علشان نعرف مع بعض بيسموه ليه لمون مقتول هنجيب بقى بقى المكونات بتاعتنا اللي هنخلل بيها اللمون انا خلصت معاكو تقطيع اللمون بتاعي كده كله ما شاء الله تبارك الرحمن حاجة كده ممكن لو هتعملي كمية تقعدي مثلا بنوتك تعمل معاكي وتقطعلك وتفاهميها تقطع من الناحية النعمة وفي نفس الوقت متجبشت اللمونة لحد الآخر علشان ما يتفصص من بعضه ويبقى متماسك وسليم في الآخر خلصت تقطيع كده وكملت الكمية كلها واللمونة عندي في الآخر بتبقى متماسكة ومش متفصصة من بعضها خالص ما شاء الله تبارك الرحمن عملت الكيلو كله بالكامل زي ما احنا شايفين كده هبتدي اجهز بقى الخلطة بتاعتي اللي هعمل بيها اللمون وهحدق بيها اللمون بتاعتي وهي حاجات مكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة في الغالب في كل بيت هنجيب بولا صغيرة عندنا كده ونبتدي نجيب فيها اول حاجة ثلاث معالق من الملح يكون ملح ناعم او خشن على حسب انا هخلل بالملح الناعم علشان هو المتوفر في كل بيت مش دايما كل الناس عندها الملح الخشن بيكون متوفر هنزل عليها بمعلقة كبيرة من حبة البرقة وما بنزودش حبة البرقة قوي علشان ما تغمقش معي لون اللمون ثلاث مكون هنزل بالعصفر نزلت بمعلقة كبيرة بس حاسة ان الكمية مش كفاية فنزلت كمان بنص معلقة من العصفر يبقى عندي ثلاث معالق من الملح الناعم وعليهم معلقة من الحبة البرقة ومعلقة ونص من العصفر نزلت عليهم بمعلقتين ثلاثة كده من هارست الشطة ومعلقتين ثلاثة من الجزر المبشور وكده ابقى حضرت الخلطة اللي هعمل بيها اللمون المعصفر بتاعي هنقله كده في حاجة اكبر وابتدي بقى احشي اللمون بتاعي بالحشوة بتاعته الخطيرة طبعا انا اللمون هنا هعمله يقعد فترة طويلة يعني انا مش عايزة اكل منه على طول لاني انا عندي لمون مسلوق ويعني مش محتاجة اكل من اللمون المعصفر فانا عايزة اعمله لرمضان يقعد عندي فترة طويلة مش عايزة اكل منه على طول فبالتالي انا مسلقتوش بعمله ني زي ما هو كده يدو فتحت اللمون وحشيته بالحشوة اللي انا حضرتها معاكم شايفين معايا اللهم بارك اللمونة بتتفتح معايا من فوق بس متماسكة من تحت وما بتتفصلش من بعضها الاجزاء الاربعة متماسكة خالص زي ما احنا شايفين هخلص بقى الكمية كلها حشوة ما شاء الله الريحة بتاعت الحشوة الوحدها دلوقتي تحف جدا الهاريسة الشطة مع الجزر المبشور والملح والعصفر مع اللمون وكمان ريحة اللمون لوحده كفاية تبارك الرحمن الخلطة حلوة جدا هخلص حشوتي كلها وخلص اللمون بالشكل ده ودايما وانا بحشي اللمونة بقعادها وشها الفوق علشان خاطر الحشوة ما تقعش منها ده اساسي جدا وانا بحشي اللمون بتاعي ما شاء الله تبارك الرحمن هخلص الكمية كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وارجع معاكو نشوف هنكمل باقي الخطوات ازاي شايفين معايا اللهم مبارك بعد ما خلصت الكمية ده الكيلو اللمون شكله تحفة وشكله كده يتاكل نايا اللهم مبارك ورحته في منتهى اللزازة هبتدي بقى اجيب البرطمانات بتاعتي علشان اكمل اللمون بتاعي ونشوف هنوصله ازاي لانه يبقى لمون معاصفر تحفة وطعمه مميز جدا ورحته خطيرة زي شكله كده ويبقى في منتهى الطعامة هجيب معايا بولة كده فيها ومية غلتها وبرطها يفضل طبعا علشان نقتل اي بكتريا فيها هنزل فيها بالملح بتاعي هحط معلقتين اتنين ما ننساش ان احنا حاطين تلات معالق في الحشوة بتاع اللمون فما نزودش الملح قوي علشان اللمون بتاعي ما يبقاش مالح زيادة عن اللزوم وتقدر يتاكل منه براحتك كنت شايلة معلقتين من الهاريسة كده الفلفل الحامي والبارد بتدي لون حلوة جدا للمحلول بتاعي نزلت بيهم وفيه مكون مهم جدا وهو نص كوباية من اللمون عصير اللمون العصير ده معصور يدوي ماينفعش يكون معصور في الخلاط علشان مايعملش مرارة معانا انا عايزاه عصير فرش وناخد قلب اللمونة بس ما نعصرش القشر معانا هنسمي بالرحمن بقى ونجيب البرتمان بتاعنا المعاقم واحنا بنرسه ناخد اللمونة نقعدها كده ونخلي الفتحة بتاعة اللمونة والحشوة الفوق علشان ما تقعش مننا في قلب البرتمان أثناء التخليل أنا عايزة الحشوة تفضل جوه اللمونة طول وقت التخليل علشان اللمونة تاخد من الحشوة الطعم اللذيذ وكمان تتنكه كده بالنكهات الحلوة اللي احنا حطينها العصفر وحبة البركة والجزر وكمان هريست الشطة شايفين معايا لازم دي خطوة مهمة جدا وحنا بنرس اللمون نخلي دايما الفتحة بتاعة اللمون والتقطيع دي الفوق والحشوة تبقى لفوق كده أنا حطيت كده جزء في برتمان كانش عندي برتمان أحط فيه الكيلو على بعضه فهجيب برتمان تاني أكمل فيه باقي الكمية يفضل طبعا وانتي بتخليلي تحط الكمية كلها في برتمان واحد خاصة لو حاجة بسيطة زي كده علشان تبقى ما تعزب كيش بقى تحطي المحلول كله في مكان واحد وتشيلي البرتمان في مكان واحد بس النهاردة ما كانش موجود معايا برتمان يكفي الكيلو كله على بعضه فحطيت واحد كده متوسط وواحد صغير وكده كده هيبقى تمام إن شاء الله هجيب بقى بعد مرسيت اللمون بتاعي كله زي بعضه كده الفتحة الفوق هبتدي أجيب المحلول بتاعي اللي أنا دوبت فيه الملح مع هريسة الشطة الحمية والبردة وكمان نص كباية من عصير اللمون المعصور بالإيد وهبتدي أنزل بالمحلول بقى أغمر به اللمون بتاعي فيه ناس زمان كانت بتحب تخليلي اللمون بعصير اللمون بس يعني بعد ما نملى البرتمانات كده باللمون ونرسه يعصروا عليه اللمون لحد ما يغمروا بعصير اللمون بس بصراحة هو كان بيبقى حلو زي المنجا لكن كان بيبقى فيه مزازة كده وانت بتاكل تحسي إنه هو بيدرس في السنان شوية فإحنا الطريقة الأمثل إن إحنا نعمله إن إحنا نغمره بالمحلول ده بيبقى خفيف شوية فيه آخر خطوة بقى عندي اللي هي بنجيب قشر اللمون اللي إحنا عصرينه يدوي وخدنا منه العصير محطف الزبيب وبحطه كده فوق وش البرتمانات علشان نغطي بيه اللمون بتاعنا المعصفر وما يعمش فوق الوش ويعفن أو يحصل له حاجة لسامح الله دي خطوة مهمة لازم نعملها كده وآخر خطوة إن إحنا بنجيب أي كيس بلاستيك أو ونحطه كده قبل ما نقفل الغطى بتاعي البرتمان علشان نعزل عنه الهوى وكده نبقى خللنا اللمون بتاعنا المعصفر الخطير في خطوات بسيطة جدا اللمون ده هيقعد معاكي لو عايزاي يقعد من السنة للسنة هيقعد معاكي هيقعد معاكي آآ أول حاجة هنفتح عليها إن شاء الله مع بعض في رمضان هيكون مستوي جدا وزبدة أنا عاملها بدون سلق عشان يعيش معايا أطول فترة ممكنة أنا خللت معاكو اللمون المعصفر الخطير اللي لونه طحفة ورحته حاجة كده الله مبارك من دلوقتي تفتح النفس إن شاء الله النهاردة تكونوا استفدتم من الفيديو ولو عايزين تخللوا اللمون المعصفر طريقته سهلة جدا التزموا بس بالخطوات هيطلع معاكم طحفة إن شاء الله وإن شاء الله نتقابل دايما في فيديوهات كتير حلوة ومميزة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير وكومنت حلو من قلبكم علشان الكل يستفيد وأقبلكم دايما إن شاء الله في كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم حبيبي في حفظ الله وأمنه مع السلامة